طبعا حتى لا تغضب علينا فناناتنا ويبقى فقط المكان حكرا على الرجال أدعو الأستاذة وفاء الحكيم مرحبا بك في الجزائر صباح خير عليكم صباح المسرح أنا سعيدة جدا لأني ضمن شموع جاءت لتضيق طريق مصر والجزائر الطريقة التي بعض الرمادن اترمى عليه لكن الحمد لله لأن الحب أصيل ما بين الشعوب فما أثرش فيه وسعيدة كمان لأني جاية بالتحديد هذه الجريدة أنا ليا معكم تاريخ يعني فكنت النهاردة في تحسب شديد وأنا جاية هل الثورة رجعت وفاء الحكيم في عيون الشروق زي ما هي ولا الأعلام بكل اللي حصل فيه ومش عايزين نتكلم تاني يعني غير صورة الفنان المصري في عيون الشروق فبشكركم أنتم بدرتوا وهي حالة من الكسرس سواء كانت أو التطيير سواء كان مننا أو منكم بالتأكيد فبشكر هذه الشجاعة وهي شجاعة بالتأكيد أنها ملاصقة ومشية في خط متوازي مع شجاعة الوزارة المصرية ووزارة الثقافة المصرية أنها تبعت وفد رفيع المستوى لكي ينزل إلى الشارع الجزائري ويلتقي وأيضا من خلال منابركم نعبر عن صلاة لم تنقاطع بالتأكيد فمرسي لكم مرسيل الشروق على هذا شكرا للأسئلة أستاذ وفاء لن تمر دون أن نطرح بعض الأسئلة تطلع لأسيا أسيا وفاء أنت صديقة للجزائر وليست أول زيارة ربما أنت طرحت السؤال ضمنيا بين العام الماضي وهذا العام ماذا تغير في تعالقتك مع الجمهور الجزائري كيف عملت لتكون تصريحك ربما دليل لبعض الأقاويل التي تطرح هنا وهناك أنه ما زال الشعب الجزائري مشحون وما زال يقبل بالمصريين ممن طبعا لم يسب الجزائر شكرا هو الواحد طول عمره من أيام الجامعة وهو في وسط الناس يعني في وسط مجتمعات بكل طوافة فأنا زمان كنا مرهنين على أن الشعب المصري مش هيقبل كتير اللي هو كان فيه والآخر أسبوع قبل الثورة كان فيه جلسة مع أحد أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني وكنت بقوله أني خلاص هناك ثورة فكانوا بيجمعوا في الحزب الوطني أني ما فيش ثورات لأنهم كانوا في غيبوبة يعني أني ما فيه ثورات وأن شعب مصر لن ينتفد لأن الثورة دائما بتبقى مواكبة للجياع وإحنا ما وصلناش لحالة الجياع ما كانوش عارفين أن فيه جوع ثقافي وفيه جوع للحرية وفيه جوع لله لأنك تتكلم حق فالناس تسمعك فتديك حق فرهاني على الشعب المصري هو نفسه رهاني كان على الشعب الجزائري أنها مش حركة أصيلة ومش يعني زوبعة نالت كل الناس بالعكس الناس اللي عقلاء فاهمين كويس قوي أن عمره ما كان مع احترامنا لمجال الكرة أن عمره ما كان هو معبر عن الشعوب بكل طواقفها بالعكس هي أحيانا تستخدم كملها ولذلك يلتف حولها من هو يريد أن يلهي الآخرين ويلتهي هو أيضا بلعبة مع تقدرنا لها وإنها دايما بتشرفنا في منافسات وحاجات كده لكن تظل لعبة تستخدم كلعبة أيضا فأنا كنت مصر على أن الشعب الجزائري اللي بيكلمني كان في التليفون أثناء المشكلة دي يعني مش الشعب كله طبعا أنا يعني بقول زميلي وصحابي الفنانين كانوا بيكلموني من سيدي بالعباس وانت عارفها تاريخنا مع سيدي بالعباسي أسيا ومن باتنا ومن قسطنطينا كانوا بيتطمنوا على إيه أخباركم وعملين إيه إحنا بنحبكم والله ده فيه واحد مصري جرنا إحنا واخدينه في شقةنا علشان بعض الناس تطولوا عليه مثلا وكانوا هم اللي بيمثلوا حماية لبعض الأسر المصرية اللي عايشة في الجزائر فلذلك أنا بالعكس أنا كنت يعني كنت أتمنى أن الزيارة تكون قبل كده لأنه كان رهاني جديد جدا جدا على أني مش كل الشرع الجزائري بدأ مشاعره تتحرك تجاه الشعب المصري بالتضاد بالعكس خالص ما زالت العقول وما زال هناك مستنيرين وبالتأكيد أن السورات دي أكدت أن الشعب لسه بخير الشعب العربي كله السؤال آخر أيضا فأنت من الفنانات اللواتي لم تسرق هنا الدراما من المصرح وتختارين أدوارك بحذر يعني لم نراك في أدوار مبتدلة كسبيل أو كطريق سريع إلى الشهرة أو النجومية في مصر لماذا؟ هو سؤال مع احترامي أسيا بس نتأخر شوي لأن ده كان ممكن يكون في البداية فمن البداية شوي يعني بعول على أن الواحد لما بيبني نفسه كعلم صح بيعرف يختار صح وبعدين هو أنا كنت مع نور الشريف الفنانور الشريف بدايتي خالص كنت في قولة معهد طبعا قبلها كنت في الجامعة يعني كنت بمارس شغل المصرح في المصرح الجامعي وده مدرسة كبيرة جدا جدا يعني خاصة أن في مصر مصرح جامعي كان في فترات دي مصرح منافس وقوي وموجود يعني مش على مستوى الهواوة بس يعني كان محترفين طبعا ومازالوا هم بيشاركون إنتاج هذه الأعمال فبالتأكيد العلمي بيوصلك لمنطقة فيها يقين أكتر من يعني الصور الزائلة يعني فالنجومية نور الشريف قال لي النجومية تراكم مش كم تراكم كيفي مش كم ومفيش حاجة اسمها نجومية هو النجم هو الفنان الحقيقي اللي يقدر يوصل من خلال دور صغير أو كبير للناس وما تنسهوش الناس وأحيانا يبقى الفضل في الدور على النجم مش النجم على الدور لذلك أنا كنت حريصة جدا يعني أختار الدور زي ما حضرتك قلتي شايف الحكاية مظبوطة أن مهما كان النجم فنه قليل مش هيساعده أنه يفضل طول العمر فالعلم يوصلني لكده ولذلك أنا لحد هفضل تهيلي طول عمر يقول أني الهواية مش كفاية وأننا لازم نتعلم وأني اللي جاي هو الرهان الحقيقي على العلم هو اللي هينقذ هذه البلاد من غفوتها العلم فقط مرسي ليكي سؤال أخير يعني في بعض المبادرات وبعض الكتابات لتجسيد مرحلة الدورة ولكن أكثر شيء تجسيد بعض الشباب الذين دفعوا يعني تشتتهم استشهدوا يعني شباب المستشهد في أيضا شبات وفتيات خاصة الشهيدة التي اختفت لأيام ثم وجدت مقتولة يعني رحمة الله جميعا هل تحلم مثلا أو هل ممكن أن تجسد دور فتاة من فتيات يعني اللواتي بدلنا أنفسه هنا في سبيل حرية مصر هو فعلا إحنا إن شاء الله نازلين مصرح الغد بصدد إنتاج بعد حوالي 8 أيام من نزولنا عمل مصرحي بيتكلم عن استورة وبق وشهيدة أيضا في استورة وشهيد وهم قصص حقيقية طبعا من استورة لكن ما كانش ينفع نبدأ يعني لما بيكون في أحداث عظام زي كده يواكبها مصرح جريدة يعني اللي هو يعلق على الأشياء ويستعرضها وكده في الحقيقة مصرح الجريدة كان موجود في مصر وبعدة طرق وفي أكتر من مجال مصرحي بس أنا معرفتش أنتميله يعني معرفتش أروح جري عمله يعني أنا مؤمنة بإني الواحد لازم العملية تندق كده والوجدان هو اللي يتحرك وينتج لنا شيء ومش بس نكتفي بالحكي يعني طب نشوف بكرة طب نتساءل طب يبقى السؤال أعظم طب الناس تحاول تفهم وتفكر معنا فلذلك اتأخرنا شوية في إنتاج هذا العمل لكن إن شاء الله أول ما هننزل هنعمل كوميديا الأحزان وهي قصص حقيقية الكاتب كان موجود خلال 18 يوم وأكتر في ميدان التحرير إبراهيم الحسيني اللي برضو كنا قدمنا بعرضه هنا أخبار أهرام جمهورية برضو هيقدم لنا العرض ده أنا شايف أنها كلمة نطجة وكلمة يعني حساسة وجدانيا جدا فأرجو أنها برضو تمث كل الشعب العربي وإن شاء الله يكون لنا نصيب ونيجي بيها الجزائر بإذن الله شكرا جزيلا أستاذ وفاء الحكيم اللي حب يتفضل لحظة فقط بس تعليق بسيط على طب تتكلم بس هنتكلم بالنسبة للضراما أو العودة المسرحية اللي هي ما بعد الثورة يعني أنا ما توليت بيت فن المسرح أصدرت قرار بتجميد الإنتاج كل العروض اللي هي موجودة في اللي كان بتوندك في بروفا كان موجودة في إعلان وبدأت عروض إن أنا أتفرج على أشوف بروفا ديها عروض إن أنا أقرأ النص كان سريع جدا كده يعني الحمد لله بعض الحاجات أوقفتها لأنها كانت طبعا ما كانتش بتناسب المرحلة هنا اللي بنعرض بها معد الصور يعني وحاجات أخرى يعني تم الوافقة عليها وتعاملت اللي بدأت كثير من الشباب اللي هو المسرح المستقل أو المسرح يعني الحر عن طريق ودارة الثقافة إنهم يعملوا عروض هي باسمها تحت مسمى مواكب الصورة وكان بيت فن المسرح بيمولها بالنسبة للإنتاج وبنسبة للقوافل دي أنتاجنا في ده حوالي أكتر من خمس عروض مسرحية كان بتقول المحافظات وتقدم بعض اللي هي زي ما بتقول مصرحة جريدة بس ما كانش مصرحة جريدة بشكل تفصيل لأنه في بعض عروض كان بتحكي أحداث داخل الثورة بعض عروض كان بتقول ليه إحنا قمنا بالثورة بتقدم مشاهد من حياة الشعب المصري التي قدت إلى الثورة حتى الآن في بعض العروض ما زالت تعرض من هذا الاتجاه طبعا بدأت العروض تاخد شكل بأندج لما مر فترة عن الثورة مسلا شهرين ثلاثة بعد المسألة بأندج زي العرض اللي هيقدموه إن شاء الله كم دي الأحزان ده وفيه عرض اسم ورد الجنين برضو نفس الحكاية ديه إن شاء الله يمكن زي نفتح دلوقتي في القاهرة تقريبا يعني المهم إن هي مواكبة للمسألة دي طبعا إحنا بنقول المحارة القادمة إحنا عايزين يعني نبطل نبطل كلام عن الثورة ونبدأ نشوف المحارة هي ما بعد الثورة. كان الله يرحمه آآ الشيخ الشعارة وكان قال ما أقولها جميلة في الموضوع ده على النت الناس كلها قاروها طبعا الصبرة جميلة جدا بس ما ينفعش لواحد يبدو سقر على طول لازم يدور بعد كده للأسف في بعض الناس طبعا يعني فاكرات المسألة كل حاجة عزينينها نثور يعني برضو الصبرة برضو آآ أعطت بعض الناس الجرأة إلى حد التجاوز في بعض القطعات وبحيث ان بداية تجاوزوا وفاكرين ان المسألة يعني طب احنا في كل القطعات احنا ناثور لتعديل اجورنا ناثور لناخد طب ما ما ينفعش ان كل الشعب المصري وكل الموظيفين في الدولة وكلهم عايزين يزودوا اجورهم وزودوا مستحقاتهم دي طبعا ده ده مستحيل المسألة ما تبقش بالشكل ده يعني. آآ ان شاء الله يعني في المحلة القادمة المسألة هيصال عاملية استقرار فيها وبيبدأ الفني ومعبر تعبير حقيقي فعلا على اللي احنا عايزينه لان طبعا ما فني ما قابل صور جل ما بعض الصورة وده اللي خلى بعض الناس وقفت مع نفسها آآ كسيرا يعني آآ بعض الفنانين وقفوا مع نفسهم وفكروا المسألة هتبقى ازاي يعني الصورة عم تهزة معنوية عند بعض الناس الفنانين اللي هم كان ضد الصورة في البداية يعني آآ ما كانش مصدقين محدش كم مصدق حتى الان لو سألت زرادي الخولي انت مصدق فعلا ان اقام صورة في مصر الناس مش مصدق مش محدش مصدق كلنا فعلا مش مصدقين ان فعلا احنا فعلا وصلنا مرحلة ان في صورة في مصر وقاله مبارك ده انا مصدق كلنا شدق ليه لان ده كان حلم بنحلمه كلنا كلنا بنحلم هذا الحلم والحمد لله تحقق يعني ان شاء الله يعني في العام القادم لما نيجي المهرجان حيب المسألة مختلفة تماما ولما تزورونا ان شاء الله في المهرجان العربي او مهرجان مسحى التجريب ان شاء الله يبقى في مهرجان العربي ده ننوى عليه كده حيب المسألة مختلفة شكرا الاستاذ حسن المعذرة يعني هذا هذا النشيط وانا شخصيا يعني هو اعلامي وانا شخصيا احترمه كثيرا لانه نشيط اولا يعني عنده نشاط الصحة في اله ومحب ايضا لمصر والجزائر على نفس المستوى نفس القدر يمكن اذكركم دائما بقول الله تعالى فاما الزبد فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للناس صدق الله العظيم لست مضطرا ان اؤكد على اه قيمة الحب احيانا التأكيد على الشيء ينفيه وهذا اه مؤكد من خلال اه اني كنت اه اول وفد عربي رسمي يأتي الى الجزائر بعد العشرية السوداء مع البطين في الفين الفين واحد في الاوراسي واشاء القدر السعيد لانني اكتمع اه برابطة حب بيني وبين الجزائر ان اكون ضمن هذا الوفد الرائع الفني الجميل الذي اريد ان اه اتكلم عند نقطة مهمة عاد النجوم الحقيقيون الى موقعهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير كان اجمل ما كنا اه نتداوله في اه بعد خمسة وعشرين يناير ان في ميدان التحرير لا يوجد نجل كل الناس نجوم لم يذهب الناس هناك لان محمود ياسين هناك لان الاستاذ رياض الخولي هناك لان 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 لا ذهب الناس لان كل الناس هناك ومن هذا المنطلق اه سمعت كلمة رائعة هنا في الجزائر الثورة تجب ما قبلها ولان من حق ان اسأل فمن واجب ايضا ان اتخلى عن السؤال لان كثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل فاهلا بكم في قلوبنا ونحن حللنا في قلوبكم زميلي حسن سأسر على طرح السؤال رغم ان رغم رفضك الاجابة لا رفض التساؤل لان ارفض الاجابة انا رفضت ان اسأل يعني الثورة المصرية لم يتكن لها فقط يعني لم يتعامل معها الفنان او المثقف ولكن تعامل معها الاعلامي ايضا يعني والاعلاميين المصريين يعني كانت لهم كانوا في الواجهة يعني هما كانوا في واجهة الاحداث ورأينا كثير من مقدمي برامج في بداية الاحتجاجات المصرية كانوا حائرين يعني كيف سيتعاملون مع هذه الثورة هل يقفون مع النظام هل يقفون ضد النظام يعني العمل الاعلامي وانت تعرف هذا جيدا صعب يعني الاعلامي يجب ان يتعامل مع الحدث كما هو موجود يعني مساحة ابداء الرأي او اخذ الموقف في البداية مسألة صعبة جدا ثم ظهرت فيما بعد مسألة القوائم يعني من هو الاعلامي اللي معها وضد الثورة وصحفيين يعني استقالوا من اجهزة الاعلام لتبع للدولة ومن بعدين يعني صاروا يصنفون يعني انت كاعلامي كيف عشت يعني هذه الاحداث وكيف تقرأ الساحة الاعلامية المصرية مستقبلا اولا صديقة العزيزة لابد ان نفرق بداية ما بين اعلام حكومي واعلام خاص ولم يكن الاعلام اعلام دولة ولكن اعلام نظام واعلام النظام هو الذي يتحكم فيه كما كان يتحكم فيه اشياء كثيرة داخل هذه المنظومة شاء القدر السعيد لي ايضا ان لا اعمل منذ تقريبا يوم سبع وعشرين يوم الخامس سبع وعشرين سحب الهواء من قنواتنا وكانت القناتان الرسميتان في تلك الفترة قناة النيل الاخبار وقطاع الاخبار القناة الاولى طبعا كنا كانت هناك مسئولية كبيرة كنا نعذر البعض لم يكن كل من يتحدث مدان ولكن كان البعض من خلال سياق وظيفي من خلال بعض اعتذر وقدم استقالته بعض الاعلاميين ولكن بعد خمسة وعشرين يناير وبعد ان اتضحت الرؤى وعادت الطائرة المختطفة عادت مرة اخرى عادت مصر الى اهلها والى اعلاميها اعلاميها وهذه نقطة اشار اليها للأستاذ رياد الخولي والأستاذ عبد الرحيم تصدر المشهد الاعلامي من ليس باعلامي وهو الذي اساء لكل شيء في الحياة ومن كانت المصلحة الشخصية تسيطر عليه بامكانه ان يفسد علينا الحياة شكرا الثورة يعني قامت الشعبين الحمد لله ما فيش اي حاجة بس فيه دور للشعب الجزائري احنا بنطلبه بيه ان مصر محتاجة بقى ان انتوا تشوفوها بايون تانية ان انتوا تنزلوا تشوفوا القاهرة تشوفوا سويس تشوفوا اسكندرية ان يتعبروا عن يعني هذا الود والمحبة والتعاطف الشديد مع اجيال جديدة باني نلاقي فعلا التحان شعبي يعني ما تنحصروش وتكتفوا باني الوفد المصري جي يعني عايزين برضو يفوت جزائرية عايزين السياحة شوية بقى فيه تعاطف يعني باريس عندهم سبعين مليون كل سنة تدخل باريس احنا عايزين بس تمانية مليون جزائر يخشوا القاهرة لاني الاقتصاد المصري اكيد هو قوي جدا بما انه واقف لحد دلوقتي على ارجل سبتة والناس لسه بتاكل وتشرب الحمد لله بتتفسح وكده لكن بالتأكيد المسألة مش اقتصادية بس المسألة ان يبقى فيه التحام حقيقي بالصورات بجد التحام معبر عن نقلات على مستوى الفكر وعلى مستوى التماوج الثقافي دي حاجة الحاجة التانية ان الصور علمتنا ان احنا لازم نحتوي كل الناس فما احترامي طبعا لكلام صديق العزيز حسن انما كله اعلام وكله اعلام بيعبر عن مصر واهلا وسهلا بهالة سرحان واهلا وسهلا بغيرها لاني هالة اذا كانت اخطأت حلقة اثنين ثلاثة فايضا قدمت لنا الجرأة في كثير من الحلقات وايضا هو يعني المصار اعلامي يجب ان يكون مواكب يعني انا فيه تحفظ شديد على حكاية من قنوات تبع الدولة وقنوات يعني هو المفروض ان كلنا ان نكون مسؤولون عن ما نتحدث عنه فمرسي لكم والله يا جماعة هما بيروني في مشكلة يعني هما بيقولوا ان في مشكلة بس انا يعني لما جيت حسيت ان ما فيش حاجة حسيت ان ما فيش مشكلة يعني الناس كويسين ومبسوطين درجة ان فيه حد وقفنا في الشارع وتايما ما بيعرفش يحكي عربي كويس فقالنا انا كمعالو السيد عبد الرحيم قال انا كويس حد تاني وقفنا قالنا احنا كويسين يعني هما عندهم شك شوى انه ممكن يكون احنا زعلانين او متضايقين فهم بيثبت ان هما كويسين واحنا جينا عشان متطمنين وعارفين مش يحصل حاجة رغم بقى اللي الاعلام قالوا بقى والناس قالت واللي بعياتوا اللي مصورين بالموبايل بس انا حاسة ان ما فيش حاجة وبعد ما ينفعش يبقى فيه حاجة لان احنا بنا تاريخ طويل قوي 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 من قبل جمال عبد الناصر كمان فشوف بنتكلم في كم سنة مش ماتش عباوز الحاجات دي وانا اكشفت ان الجزائر بيحبونا قوي قوي يعني بيحبونا اكتر من دول الخليج وبيحبونا اكتر من بلاد الشن بيحبونا قوي ويحنا جمان بنحبونا صباح الخليج ساعة انا يعني تبعاكي قوي قوي عارف افلامك وادوارك وعارف انك اسكندرانية جدعة قوي يعني شوف تجربتك في التنشيط مؤخرا في رمضان في المقالب فيه فنانين برنامج اسمه فابريكانو فيعني انت ممثلة سينمائية اكتر شيء اكتر من الدراما يعني جديدك بالنسبة للتنشيط ماذا اضافت لك التجربة التنشيط اللي هو قصدك البرنامج التقديم بصي انا طول عمري عندي الهاجس يعني كنت لما اروح المهرجانات ولا اروح حفلات ولا حاجة فنية امسك الميكروفون من الزمن المزيعين واخده واخده الف على زميلي يعني طول الوقت عايز اماري سلمي عارفة اللي هو نفسي ابقى موزيع فكنت بحاول اعمل برنامج بقية ثلاث اربع سنين فلما عرضوا علي الفكرة تحمستلها جدا لما نجحت بقى وحتى خدت فيها جايزة كده في استفتاء جمهوري كان عامل المصري اليوم خدت فيه احسن موزيع قررت ان انا كمل المسيرة وبرضو بصل قدام لو بطلت دمثيل اهو البرامج موجودة يعني ايه اتقفلت هنا اتفتحت هنا واخصل الموزيعين ما نهمش سن يعني انتوا عندها ستين سنة سبعين سنة بتقدم فالسكة دي هماشي يعني هنشوف فابريكانو اتنين متلا لا لا مش جزء تاني لديه مقالب فطالما اتفضح في تلتين حلقة من فاش عاملو تاني خلاص تقفش يعني هنضوع على فكرة جديدة ونقدمها في رمضان الجاي بس يا رب نلحق ان شاء الله وبالنسبة للسينما هو بصي موسم اتضرب السنة دي ورمضان اتضرب برضو لان احنا كنا لازم نبدأ شغل من يناير عشان نلحق نعرض في رمضان لازم نبدأ شغل من يناير عشان نلحق الموسم الصيفي بتاع الاجلزات بتاعت المدارس نعرض فيها افلامنا بتاعت السينما موسم فهمين علي طبعا فبما اننا انشغلنا في يناير وفبراير ومارس فعبال ما جاء ابريل اللي لحي لحي بقى واللي ملحقش ملحقش فحنعدي الموسم دا ونلقاك وبقى 2012 انشاء الله انتصار هل تختارين ادوارك هل تختارين افلام مثلا لاحظت انه النقاد مصريين انتقدوا كثيرا حاحة وتفاحة مع طلعة زكريا يعني على اي اساس تختار انتصار الادوار اي حاحة وتفاحة اي قلتي هذا الفيلم انتقده كثيرا انتقده حاحة وتفاحة ما هو مش كل الافلام داخلين بها مهرجانات في افلام تجارية وفي افلام دماء خفيفة وفي افلام بتاعت العيد بس يعني جميع المستويات وحاحة وتفاحة ما انتقدش كتير ولا حاجة لان في افلام اوحش من حاحة وتفاحة بس حاحة وتفاحة ساهم في حاجتين مهمين ان طلع طلعت زكريا حطه في مصاف النجوم وطلع ياسمين عبدالعزيز برضو حطها في مصاف النجمات فالفيلم افادنا ان احنا كسبنا اتنين حطناهم صف او اما بقى بالنسبة للجزء التاني من السؤال لما بتقولي بتختري ادوارك على اي اساس انا بنقرأ الدور لو حبيته اشتغل مشهد بقى جملة بطولة دور تاني متفرقش معي المساحات لان انا في مقولة مؤمنة بيها في حاجة اسمها ممثل كبير يخلي الدور كبير وفي ممثل صغير يخلي اي دور في الدنيا صغير فالممثل داخل يقول الجملة ممكن تطلعي بيه تقولي مين العظيم ده فانا مش مؤمنة بمساحة الادور بس شكرا العفو ايه سؤال اخر حدا حدا عنده اسئلة دي مفيش استمتعنا بكم ونرجو ان نكون قد امتعناكم شكرا انجا استاذة اسيا التجربة دي الحقيقة تجربة هي كتابها الدكتور سامح مهران مؤلفا من حوالي عشر سنوات او اكتر كمان وتقدمت في مصر فيه سنة 2002 والحقيقة زي ما ذكرت الدكتور سامح انه هذا العرض قوبل به يعني به غلقه قبل ما يكمل مسيرته ولكن نلحظه الحقيقة في المهرجانات الدولية في اسبانيا في ترتوسة وفي مراكش في المغرب وفي تونس في سوسة فكرة اعادة العرض تاني الحقيقة هو كان بناءا عن دعوة الكريمة من دولة الجزائر لانه كان فيه فرقة جزائرية شركت معانا في مهرجان في تونس يعني احنا بنلتقي دائما في المهرجانات ما كناش حتى بنيجي بشكل مباشر ولكن الفرق بتلتقي دائما وتم الاعلان عن هذا العرض وابداء رأيه الوفد الجزائري في هذا العرض وحصلت الدعوة الكريمة يمكن العرض بما انه هو بيتكلم عن الشيكسبير بشكله اللي احنا عارفينه فيه لير الى انه هو احنا عندنا شيكسبير المصري برؤية مصرية وفكرة الورث عقوخ الابناء ولا بوازان الابهات هل الفكرة هنا جاية من عقوخ الابناء ولا بوازان الابهات طارح المؤلف دكتور سامح مهران وجد نظره ان الحكاية ما هيش عقوخ الابناء لا هي بوازان الابهات وبنشوف ده داخل العرض المصرحي وربما كان يقصد توريد الحكم لجمال مبارك مثلا لا اما هده مش هنقدر بقى ان لازم العرض فعلا تشاهدين ونرجو ان انت مش عايزة تيجي العرض باين عليك لا يبقى تيجي عشان هتجد الاجابة داخل العرض المصرحي وانا اتمنى ان العرض ينال اعجابكم عندما نتحدث برضو عن الثورة نحن نصر ممكن مننا من تجاوز هالعشرين الثانية لا فخير من يتحدث عن الثورة هم شباب غاب انا بذل الاساس الشادي بصفة شاب ومن احد مديري المصارح في ايجاز شديد في جملتين اثنتين لا ثالثة لهم نعم فضل سالشات فضل استاذ لا يعني انت اقول لنا ما هي الثورة من خلال جيلك انا بتشكر شعب الجزائر قبل ما اتكلم عن موضوع الثورة المصرية لان بجد وجدنا حفاوة بالبة وشعب فعلا اثبت انه على مدار التاريخ والثورات اللي حصلت عنده والحروب انه مازال محتفظ بهذه الانسانيات وهذه الاشياء الجميلة اللي بيها يستطيع يدوب يدوب اي مشاعر ممكن انها تكون حصلت وقت ما بالنسبة للثورة المصرية احنا كشباب عملنا مجموعة من الاعمال ما قبل الثورة ادت الى ده كان الستاذ الرياضي الخولي رئيسا للبيت الفني للمصرح ساعتها وقدمنا عرض اسمه شيزدونج كان حائز على جائزة احسن عرض في 2010 العرض ده فعلا بشر بهذه الثورة بشكل اما او باخر من منطلق الشباب لان طبعا كان فيه عبود كتير جدا بتقدم افكار ضد النظام وضد الفساد ولكن هذا العرض كان بيقدم توجه الشباب تجاه انه بالفعل ممكن في اي ثانية هذا الشباب قادر على انه يكون هو الشرارة الاولى زي ما قال الساذ عبدالرحيم قال انه يشع الفتيل صورب بجد لان الناس كلها انبهرت بالشباب اللي موجود وقالوا انه مش يعني صعب جدا ان مجموعة الشباب دي تعمل هزا الفكر وهو فكر ارتجالي ففوقوا بالمستوى وفوقوا بان الشباب قادر اللي بيه كل الشباب ده بعد كده من خلال هزي المصرحية لما كانوا بيحضروا زمائلهم انا بصراحة لقيتهم كلهم انا عن نفسي ما نزلتش ميدان التحرير غير عشان اجيب المخرجين عشان يشتغلوا لان قيمة الفن هنا انه يحصل نوع من انواع التلاحم او التعبير عما يحدث ما يحدث في ميدان التحرير هو عظيم ولكن ان احنا ننقلوا على خشبة مصرح او نعبر بيه كشباب علشان نوصل الرسالة هو ده الاهم بالنسبة لنا احنا فكنت بنزل عشان اجيب المخرجين عشان يشتغلوا اجيبهم ميدان التحرير هما والممثلين بتوعهم عشان نيجي نعمل بروفات عشان نشتغل ومنها عملنا مجموعة اعمال مع استاذ السيد محمد علي هنكتب دستور جديد وسورة للشعب الفرحان ومصرحة اسمها شوية هموم التلات اعمال دول بمجرد ما نرجع مصر ان شاء الله باذن الله هيكونوا بيفتح لانهم اشغالين وبرضو بنفس الفكر الارتجالي اللي فيه الشباب بيحاولوا ان هما يعبروا بصدق وببساطة عن مضمون هذه الثورة وما وجدوه في ميدان التحرير بشكل قوي وفعال وحصل فيه نوع من انواع لانه الارتجال قائم على مشاركة الجمهور في الحدث فيحصل تلحم حقيقي وفكري وفني قبل ان يكون سياسي وطبعا انا بشكر من مكاني فعلا كل من ساهم في انجاح هذه الثورة سواء شباب او فئات الشعب المختلفة وزي ما بقول لو كل هذه الفئات مش وراهم جيش بيعضط ده بشكل او باخر ما كانت هذه الثورات فهو الشباب كان جزء مش كل فارجو ان احنا نكون نكون امنا بدورنا فعلا كشباب والبقي شكرا لك هو طبعا انا عايز اعبر عن ساعاتي بان انا اول مرة ازور الجزائر بس حسيت انه ان انا مش غريب او مش فغربة يمكن قلت جملة اول ما وصلت قلت لا اذا انا من حلويتها يعني اعايز عايش فيها على طول وارد لو ركستش بس انا في حاجة بس في حاجة عايز اتكلم فيها هو انا شفت حالة حب غير عادية حتى هنا في الندوة بتاعتنا دلوقتي انه في حالة حب مفيش حب من غير تسامح فانا بدعو ان احنا نسقط القوائم السوداء من زاكرتنا لانه بعض يعني انا اسأل ان انا اسمع ان في زملاء احنا بنحبهم جدا موجودين في القوائم السوداء دي فانا ارجو ان احنا نسوها انسوها وسمحوا يعني مدام في حب يبقى في تسامح فانا الدعوة دي انا بتمنى ان انتو يعني لان انا فعلا انا زعلان انا زعلان جدا بسبب موضوع انه في قوائم سوداء فا اريد تنسي اريد اشكركم اشكركم مコáveis مouve انnia اشبركي ان اشكائية انجاز 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 انجاز